أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس إمكانية ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا قد تكون أخطر من متحور أوميكرون الذي أثار موجة غير مسبوقة للإصابات عبر العالم وأوضح جوتيريس أنه يجب الانتقال إلى نظام حالة الطوارئ في المعركة ضد كوفيد-19 وأن أوميكرون تحذير جديد في غضون ذلك ينتشر المتحور أوميكرون بصرعة كبيرة في عدة بلدان فقد سجلت روسيا اليوم زيادة قياسية جديدة في الإصابات بالمرض في الساعات الأربع والعشرين الماضية بإصابة أكثر من 57 ألف شخص إضافة إلى 681 وفاتا وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة تسجيل أعلى عدد يومي من الوفيات جراء الفيروس منذ أواخر نوفمبر بتسجيل 331 وفاتا كما أعلنت الوزارة تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات اليومية تجاوز 60 ألفا وهو ما يمثل حوالي ضعف آخر أعلى حصيل مسجلة في 16 من هذا الشهر وأبرزت للوزارة أن هذا الارتفاع يعزى بالأساس إلى التفشي السريع لمتحور أوميكرون والذي يمثل حوالي 90% من إجمالية الإصابات الجديدة الهند وجراء الفيروس سجلت اليوم أكثر من 337 ألف إصابة جديدة و488 حالة وفات خلال الأربع والعشرين ساعتنا الماضية وفيما يبقى التطعيم ضد كوفيد-19 هو السابل الوحيد للحد من خطورة الفيروس ومتحوراته إلى حد الآن أظهرت دراسات جديدة أن الجرعات المعززة من لقاحي فايزر وموديرنا توفر حماية ضد شدة الإصابة بمتحورات فيروس كورونا التي تستدعي نقل المصاب إلى المستشفى ترجمة نانسي قنقر